دعي نواة الطمر في الزيت المغلي ووفري فلوسك ومجهودك ده كنز اعمليه قبل العيد وشوف المعجزات اصطلوا على رسول الله اللي اول مرة يشوفني انا مطبخ نامة صلحة استراءة وفتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دايما الاشعار بكل فيديوهاتي الجديدة اول حاجة كده هنجيب طاصة ونحط فيها ربع كوب من زيت الدرة وبعد كده هنحط ربع كوب كمان من زيت الزيتون وحنسيبهم لحد ما يسخنوا كويس جدا على النار في المرحلة ديت هنبدأ نضيف اليوم نواة الطمر وهنا بقى نهضيف الكنية دي علشان نوية اعمل كنية تقضينه طول السنة وبجد ده كنزه ومعجزة مش حتصدقي دلوقت حبدأ بقى كده أقلب نواة الطمر في الزيت المغلي اللي وصل لحد هنا لايك بقى وكومنت حلو اكتبوا لي في كومنتات انت بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بيكم جميعا وبجد نواة الطمر دي كنز وطراف مستحيل ترموه بعد النهاردة هتخيلوا بناخد الطمر وبنرمي النواة اهي النواة دي طلعت فيها كل السر وكل الانجاز وكل حاجة حلوة يعني هتوفري فروس هتوفري وقت هتنجزي بجد كنز كده يعني لا يقدر به سمن فانا هسيبها هتتحمص كده اه مع زيت المغلي لمدة خمس دقايق بالضبط هتغب بقى اللون الدهبي وبعد كده هتتحول للون البني الفاتح هبدأ بقى اضيف ليها معلقة من الكزبرة الجفة وحنسيبهم كده يتحمصوا سواة لمدة 3 دقايق بالضبط وان شاء الله الفكرة دي تعجبكم شايروها على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد هضيف عود من الارفة يبقى احنا هستخدمنا زيت درة زيت زيتون نواة الطمر كزبرة وعود من الارفة 3-4 ورقات من ورق اللوري وحبدأ كده اضيفهم لكل المكونات مكونات سهلة وبسيطة ولكن هنعمل حاجة كده لا تقدر بثمن كنزة وحبدأ بقى هنا اضيف ليهم الحبهان واول ما تيجي اضيف الحبهان هد النار بعد كده حبدأ اضيف ليهم القرنفل حقلب بقى كل المكونات دي مع بعض النار لازم تكون هادية بقى هنا والمفروض ان احنا هنسيبهم على النار لمدة خمس دقايق فقط لا غير النار تكون هادية جدا هنا بقى تاخدوا بالكم ان النواة نفسها بدأت تاخد اللون البني المحروق وان كل المكونات بدأت تاخد اللون الدهبي وبدأت تتحمص كويس قوي فحبدأ اضيف بقى ربع معلقة من الكركم هدي تقليبة اول ما نضيف الكركم يدوب كده هنقلبه مع كل المكونات وحقفل النار على طول بعد كده اكون مجهزة اي فخارة عندي وحبدأ ان انا اصف كل المكونات بالمصفى بالشكل ده وانخلبان نقوي ان المصفى هنا لازم تكون معدن علشان الزيت سخن جدا بصوا شايفين شكل انها بقت لونها عامل ازاي هو ده بقى المطلوب كنز عملنا حاجة بتبع بره غالية ومش موجودة بره بنفس الجودة دي ده القوالة بتاعها عالي جدا وحاجات كده مش مشهورة هتسمعوا عنها معي وبس سريش بقى كده في جوجل وانتو هتعرفوا فوائد كل المكونات اللي انا استخدمتها حاجة كده كنز ورهيبة حبدأ اضيف ربع معلقة من زيت جوز الهند حجيب بقى الزيت القهوة وحبدأ كده اضيف 4 نقط فقط لغير لان الزيت ده بيوروي طبيعي بنسبة 100% فيه مش محتاجة ان انا اضيف كتير ان شاء الله تعجبكم الوصفة يا رب وان شاء الله تجيب نتيجة رهيبة معاكم وتدعووا لي بقى وتشتركوا في قناتي واتفعلوا الزر الجرس لوصل لحد هنا بتتابعوني او بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة حبدأ كمان اضيف زيت الارجان ثلاث نقط فقط لا غير وزيت الججوبة طبعا هنا لازم الزيت الاصلي اللي احنا عملنا يكون بلد تماما وحضيف بقى كمان زيت الجرجير من كل زيت كده نقطة او اتنين لو ما عندي كيش عادي جدا ولكن هو يفضل اضافة الزيود دي على فكرة هو بكنز للشباب والبنات مش للبنات بس هنجيب بقى والكبار السن كمان هنجيب الارفة المطحونة وهبدأ اضيف معلقة كبيرة كده من الارفة المطحونة الارفة مشهورة خارج مصر بالدرسين في مصر هنا عندنا اسمها ارفة وهجيب بقى معلقة من القهوة والبن اللي انا هستخدمه هنا لازم يكون بن سادة مش محوج كمان لازم يكون بن فاتح مش بن غامق هضيف القهوة وبعد كده بقى هبدأ ان انا اخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا بس كده المفروض بقى ان احنا نسيبهم لحد ما يبرده تماما يعني هتسيبيهم كده في الفخارة لمدة ساعة لمدة ساعتين المهم لحد ما يبرده تماما طيب الوصفة دي ايه الوصفة دي معجزة الشباب قبل البنات حيدعيلي عليها العجوز قبل الصباح حتدعيلي عليها معقول يا اسراء او والله العظيم رهيبة وكل اللي حيجربها حيدعيلي عليها بعد كده بقى تكون مجاهزة او بتكون مجاهز برطمان ازاز يكون ايه ناشف تماما ما فيهوش مية وتكون معقامه كويس قوي وحنبدأ ننقل الزيت بتاعنا فيه بالشكل ده بالتفل بتاع القهوة وبتاع الدرسين بس كده خلاص يحطف الزلبيه بقى على السراحة او في دولاب المطبخ في اي مكان ده بقى احنا بنستخدمه ازاي تعالوا لي بقى ما اقولكم احنا عارفين ان فيه شباب بيجيلهم شيء بمبكر وان كبار السن بيبقى عندهم شعر ابيض كتير مش بس كده شعر الدقنة عندي الشباب بيبيض بدري ومش بس كده فيه شباب بيكون عندهم فراغات في الشعر وصلاع وراسي وامراض سعلبة وحاجات كتير اوي زي ان فيه بنات كتير اوي شعرها بيقع مش بس كده فيه بنات شعرها اصلا مش بيطول ومش كسيف ده بقى احنا هنستخدمه كدهال للشعر وندلك بفروة الراس يوميا لمدة خمس دقائق اتخذي كده من الزيت ده وتدهيني راسك الفروة وندلكيها عشر دقايق ونفس النظام الشباب منطقة اللي عندك فيها صلاع عندك فيها سعلبة عندك فيها فراغات عندك فيها شب او دلك فروة الراس مرة واحدة فحرقات دقائق لمدة عشر دقايق وتقدر كمان تستخدمه لشعر الدقن وبنسيبه تلت ساعة وبعد كده بنغسل شعرنا وتقدره كمان ما تغسلهوش وتستبوه عادي جدا بيمنع السعلبة بيمنع الصلاع بيمنع فراغات الشعر بينبت الشعر ودع للشعر القصير هيخلي شعر اكتويل جدا بيعزز الدورة الدموية الشعر ويتائله حتى لو انت بطبيعة لانحال شعرك خفيف لو انت كبيرة في السن او انت عندك شيب مبكر استخدمه كدهان مرة يوميا لمدة شهر قصم بالله شعرك هيرجع للولول الاصلي فقل وداعا للشيب والوداعا للفراغات بجد هيخلي شعركو بزي البروكة جربي وهكيدايني وشل الفيديو على قد ما تقدروا وأشكوه على خير